السلام عليكم أخواني أخواتي حياكم الله معكم محمد العمصي في اللقاء الخامس عشر من لقاءات النور والوعي في هذا اللقاء راح نتكلم عن يونغ والنظرة النهائية للواقعية طبعا باختصار يونغ هو عالم نفس ولد في سويسرا في العام 1975 وكان شخصية جدا مشهورة في علم النفس التحليلي هو أسس علم نفس التحليلي ومشهور هو في يونغ في موضوع اللاوعي يعني اكتشافهم لللاوعي فتح أبواب كثيرة أن فيه جوانب من نفسية الإنسان أو السايكي هي لاوعي وتأثر عليه بشكل لاوعي كانت هذه فكرة ثورية في ذلك الوقت لأنه لحتى اليوم في ناس بعتقد أنه ما فيه لاوعي فممكن تشوف أنه كيف كانت هذه الفكرة وخاصة تأثير الأحلام الجانب اللاوعي خاصة في موضوع تأثير الأحلام طيب أنا حتناول طبعا علم النفس التحليلي هو علم ضخم جدا وكبير ومستحيل نتحدث عنه في محاضرة واحدة في نص ساعة أو ساعة فرح أحاول أن أختصر قدر الإمكان وأتناول الجانب اللي هو إليه علاقة في موضوعنا في أفكار متعددة حتناولها أول شيء حتحدث عنه اللي هو اللاوعي الجمعي ممكن أنتوا تعرفوا اللي هو الفرق بين الوعي واللاوعي وأنه حسب نظرة فرويد كان اللاوعي هو مجرد سلة مهملات يعني أنه مستودع سلبي لكل الأشياء اللي منكمتها خلال اليقضة بتتكوم ويعني بتكون عندنا مخزون في اللاوعي وهذا بيؤدي إلى أنه يعني تظهر لنا في الأحلام والحالات الغير وعية وما شابه الآن يونغ هو كان تلميذ لفرويد بالمناسبة كان نظرة مختلفة لللاوعي هو أدت أيضا يعني أدت للانفصام بين الاثنين والانفصال التدريجي وتأسيس يونغ لعلم مستقل أو نظرة مختلفة عن اللاوعي مقارنة بأستاذ سيغمال فرويد فبالنسبة ليونغ اللاوعي ليس مجرد شيء سلبي ليس مجرد سلة مهملات تلقى فيها الذكريات والأشياء المكبوتة والغرائز المكبوتة هو عبارة عن مصفوفة نشطة يعني شيء حي يحوي تركيب داخلية اسمها الأركيطاب هلنتكلم عنها بعد شوي هذه القوالب تصنع يعني إحنا تجربتنا اليومية والحياتية ومحتوانا نفسي يصب في هذه القوالب فيصنع أشياء يعني ردود فعل معينة كأنها غريزة يعني تشوف الحيوانات مثلا عندها غرائز معينة طريقة في التعامل إذا الحيوان شاف مثلا حيوان من نفس النوع بتصرف بطريقة محددة يعني أو بتصرف بأسلوب معينة أو باقترب أسلوب فيه غرائز بتم إيقاظها صح؟ فيه يعني حتى الحيوانات إلها مثلا تقوص معينة للزواج تقوص معينة للقتال أشياء علامات معينة مميزة بين الحمال صح؟ هذه مثل موجود داخل لكن عند الإنسان هذا إشي معقد يعني فيه سلوك مشترك بين البشر ويونج أعتقد أنه فيه اللاوعي مقسم لجزئين فيه اللاوعي الشخصي اللي هو خاص فينا وبأثر على حياتنا اليومية ومتأثر بحياتنا الشخصية وصياقنا الشخصي وفيه الكوليكتب أن كونشس أو اللاوعي الجمعي وهذا اللي بشترك فيه كل البشر على اختلافهم وهذا السبب أنه بنشوفه في مختلف الثقافات عندهم نفس الأساطير عندهم نفس الحكايات عندهم نفس الرموز المشتركة مثلا الأفعى هي رمز للشر مش عارف شو الخلق بدأ من الماء مثلا قصة الطفان بتجدها في الإنجيل والكتب السماوية بتجدها أيضا في الإنومائيليش وأشياء كثيرة يعني موجودة في كل الحضارات حتى في الدول اللي ما فيها مياه فالفكرة أنه يعني فيه إشي مشترك بين كل البشر هذا سما يونغ مثل ما قلنا اللاوعي الجمع هذا أحد الأهم من الأفكار اللي عنده الحين اللاوعي الجمع هنا ذكرنا أنه ليس فارغ فيه تركيب داخلية قديمة أو بداية أو أولية اللي هو الأركيطاب جاي من كلمة إغرقية معناها القالب أو النموذج يعني الشيء اللي نحن نصب فيه المادة وننتج منه يعني إناء أو ننتج منه أشياء يعني هو مثل قالب أول يصب منه المادة زي القوالب المعدنية اللي كان يصب فيها أشياء وتنتج يعني في الحدادة تنتج أشياء أو أشسام محددة تأخذ شكل القالب فهذه هي الأركيطاب فالأركيطاب يعني فيه أنماط معينة في السلوك موجودة داخل اللاوعي الجمعي عند البشر وإنه هذا اللاوعي الجمعي بيحوي أركيطاب هذه الأركيطاب تمتلع بتجاربنا الشخصية وتولد ردود فعل طريقة تعاملنا مع العالم الخارجي فيه أشياء مثلا على سبيل المثال هتجد الأركيطاب الكثير في أشياء طبعا الأركيطاب عددهم ضخم جدا لكن فيه أركيطاب رئيسيات أوكي هنتكلم عنهم لكن فيه مثلا الشادو أركيطاب الظل اللي هو الانيما والانيموس أو الانيموس بالعربية أو الانيموس بالانجليزية كل هذه الأشياء هي يعني مشتركة بين كل البشر ومثل ما قلنا هي بتمثل تركيب كبير الأولية لكن فيه مثلا على سبيل المثال البطل المنافق الرجل العجوز هذه منشوفها عناصر في الحكايات يعني الحكايات الشعبية فيها العناصر هذه الأم العظيمة والأشياء هذه حتى مفهوم الله يعني كل حضارات عندهم مفهوم الله عندهم مفهوم الجنة والنار عندهم مفهوم مش عارفهم أحدهم بنقول هذه فطرة بشرية وغريزة بشرية لكن شو يعني غريزة بشرية شو يعني فطرة شو يعني إيش الأشياء اللي بتدفع الناس حتى لو كانت جزر معزولة يكونوا مفاهيم عن الخير والشر والحياة بعد الموت والجنة والنار والله والملائكة والأشياء هذه كيف يطور مفاهيم حتى هم في أعماق مناطق معزولة وتضاريصة صعبة وما عندهم أي اتصال مباشر بالشرق الأوسط يعني أو الرسالات السماوية اللي كانت في الماضي فكيف بيوصل لنفس الأفكار فهذا بطبعا سبب والأركيتيب طيب شو الأركيتيب الحينة يونغ أو يونغ يعني حسب ما هو يونغ يولفوز بالانجليزية أطلق فيه عناصر اسمها الأنماط دائما قلنا فيه أنماط أولية أو الأركيتيب فيه منهم عدد كبير لكن هنستكشف الرئيسيات اللي هما الأعمدة الفقرية للنفس البشرية اللي هو عندك السلف أركيتيب الشادو أول إشي خلينا أتكلم من الأعلى لد يعني أو من القريب من السطح للعالم الواقعي للعماق النفس اللي هو البروسونا أو القناع الشادو الأنما والأنيماس والسلف أركيتيب يعني الذات طيب طبعا أنه أولهم يعني والبداية اللي هي بتكون من الإيغو أغلب الناس بيعتقدوا أن الإيغو هو أركيتيب بيعتقدوا أنه هو هو النفس يعني هو كل محتوىك النفس هو الإيغو ما أنا واعي فيه تمام؟ يعني هي قصة بنرويها عن أنفسنا عن هويةنا مين إحنا مين أنت؟ هذا الإيغو تبعك أنا بتجد الأشخاص كثير بيقولك أنا كمحمد كذا 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 أنا كمش عارف شو أنا بحب كذا أو ما بحب كذا أنا هذا بسموه إيش إيغو طبعا هي مفروض تكون أصغر من هيك بكثير هذا مش سكيل واضح هنا أو حقيقي لكن على العموم إنه في عندك إيغو بعدين فيه اللي هو اللاوعي الشخصي اللي بتتسرب من ذكرياتك وتجربك في العالم الحقيقي وفي عندك كليكتف الكونشيس اللي هو الذاكرة الجماعية لكل البشر اللي فيه مليئة بالأركيتاليكس اللي بتطبع سلوكنا ويتنعكس هذه السلوكيات على العالم الخارجي فيه عملية ريفليكشن هذه العكاس يعني أشياء أفكار معين مثلا فكرة البطل حتى نجد هذا النمط ما فيه وقت أذكره حقيقة لكن يعني موجوده في كل مكان يعني مثلا قصة البطل الذي يحارب الوحش وينقض الأميرة وفي نص الطريق يفقد كل شيء أو ينتكس انتكاسة صعبة ثم يقوم البطل من جديد تحصل له نهضة مثلا في منتصف القصة ويستعيد نفسه ويهزم الوحش ثم يعيش بسعادة ورخاء مع الأميرة مثلا هذه القصة في كل مكان وتعيد يعني هي هي تعيد وتزيد تعيد وتزيد كل الأغاني في العالم نفس الموضوع عن الحب مثلا عن مشاعر الفاء يعني هي الأنماط البشر بيشتركوا فيها بغض النظر عن التاريخ عن المكان عن الجغرافيا يعني كله نفس الشيء في طبعا يعني كوليكتب أن كونشيس يونغ طبعا فهمه أو يعني لمح الفكر هذا عن طريق دراسة الثقافات المختلفة والأديانة المختلفة خاصة أديانة البداية أو الموجودة في الشعوب البداية طيب طبعا هذه الإيغو ما بتكون مكونة في الأطفال لما يكون في بداية حياتهم ما بيعرف بالإيغو ما بيميز أنفسهم على أنهم أشياء منفصلة عن العالم الخارج أو حتى عن الوالدين يعني الطفل بظل الفترة معينة يعتقد أنه هو والدين نفس الشيء أنه الوالدين مطلعين على سره فما بيكذب في البداية لكن لما يبدأ الطفل يطور مثلا الكذب والأشياء زي هيك ويعتقد أنه ذات منفصلة هنا بتبدأ الإيغو تتطور تدريجيه وهذه مرحلة طبيعية يعني في الإنسان لحد ما يبدأ يستخدم كلمة أنا أنا كمحمد أذكر صديق كان دائما يستخدم هذا أنا كفلاني فلاني أنا كمحمد أقول كذا وكذا أو أتعامل كذا يعني العالم واقف عليك صراحة يعني على عموم ما مشكلة طبعا أنا ما بنتقد الإيغو أنه هي شيء سلبي لازم تلغيه طبعا إذا إنت لغيت الإيغو هتتحول لإنسان مهزوم ما إلك وجود ولا كيان ولا قدر تدفع نفسك لازم يكون الإيغو إلها فائدة أنه يتميزك عن نفسك لو أنت مش مقتنع أو أنت مش جادة تميز نفسك عن مثلا النمر اللي أمامك تقول أنا والنمر نفس الشيء النمر حياكل فورا فإيغو ضرورية للبقاء أنك تحمي نفسك وتحمي جسدك ويعني بتسعى أنك تتعزز وجودك كشيء مستقل عن الكون إليه طبعا فائدة لكن لما يزيد عن حده هنا بتبدأ المصائب والمشاكل يعني تنسى أنه هذا وهد طيب القناع البروسونا هذا المشهور هو يعني زي مسرحية اجتماعية أو دور إحنا ملعبه في المجتمع وبنلبس هذا الدور يعني طبيب دايما بلبس دور الطبيب المعلم أنه هو القدوة والرجل يدين أنه هو الطقي واللي بيش عارف شو يعني حتى ما تجده يهرج مثلا أو ينكت أو يرقص أو يلعب أو يعيش حياته حتى لو نفسه في هذا الأشياء ما يعملها أمام الناس طبعا أمام الاجتماع هو لما يكون لوحده بمارس حياته مثل ما بده لكن القناع إحنا مثلا رجل الأمن أو الشرطي إليه طريقة معينة في التعامل والكلام أنه طيب ويدافع عن القانون ويحمي المجتمع إليه دور معين يحافظ عليه إليه رزانة إحنا بنقوله إليه مكانة ورزانة معينة هذا القناع هو بيستخدمه للدفاع نفسه أمام المجتمع الخارجي المجتمع الخارجي بتوقع أنت يا أخي مثلا سبيل المثال أنه أنت مثلا رجل دين مثلا شيخ أو رجل دين أو كاهنة أو أي أنك فإحنا بنتوقع منك تكون كذا وكذا وكذا فهو يلبس القناع هذا لما يكون وسط الناس لازم تكون كذا وكذا وكذا فهذه أقناع نحن نستخدمها تمام؟ فالبرسونا هي معناها قناع بالأغرقية هي هي القناع فالبرسونا مجرد بناء سطحي طبعا ما بعكس أي شيء من نفسنا الداخلية لازم نفهم أنه النفس أو السايكي إشي عميق جدا هو بشمل كل حاجة بما فيها كل فكرة فكرت فيها في حياتك فهل تقنعني أنت في حياتك ما فكرت بأفكار سودوية في حياتك ما فكرت بأفكار إجرامية في حياتك ما فكرت بأفكار يعني مظلمة شهوانية مستحيل لكن أنت تظهر لنا ما تريده طبعا لحماية نفسك يعني أنا لو بدي أظهر أمام المجتمع وأحكي كل اللي في قلبي وكل اللي أنا حضيع صح؟ اللي بيعمل الكلام هذا بقى بضيعهم فأنت بحتاج تحمي نفسك من المجتمع تمام؟ طبعا هنا بستعجل كل شيء لكن في النهاية حوضح لكم أنه في أنا حطت لكم روابط لمحاضرات مفصلة فأنا حطيكم بس نقاط سريعة الآن طب إيش هو الضل؟ وأنا حذكر هنا بداية من الضل حذكر لكم أهمية الدراسة العلم النفس التحليلي وليش أنا أفردت في دورة روح نظام روح؟ أفردت ثلثة دورة يعني حوالي عشر محاضرات واللي هي المتاحة لكم إن شاء الله تحت يعني وضعت عشر دورات كاملة عشر محاضرات كاملة أو حوالي ثلثة دورة في علم النفس التحليل بس لأثبت لك أنه العناصر اللي بتشوفها في علم النفس التحليلي يبتنعكس على تجربة روحنية وأنا حاولت بهذا الطريقة أن أنتقد نظرة الناس لأنه تجربة روحنية بتحصل في عالم خارجي منفصل عن عالمنا هذا وما إلو علاقة فيه أبداً وما إلو علاقة بالنفس البشرية عالم آخر يعني فيه عالم حقيقي أو فيه عالم ماديو وفيه عالم روحاني أو موازي بتحصل فيه تجربة منفصلة على العالم الحقيقي وعني نفس البشرية طبعاً أنا أثبت أن هذا كلام فارغ ما فيه هالكلام هذا العالم المادي والروحاني هو عالم واحد ما فيه عوالم متعددة أو عوالم مختلفة فهو نفس العالم ونفس الطبيعة بنعيش فيها تمام؟ واقعية واحدة ما فيه أكثر من واقعية أحد الأدلة على الكلام هذا اللي هو مثلاً الظل الأركيتيب الظل إيش معناه؟ هو كل فكرة أنت بتحاول تكبتها بتتكون وتتجمع هذه طبعاً لما تنسى الشيء أنت ما بيختفي ما بيذهب إلى العدم هو فقط يتتسرب إلى مستوى لاواعي أنت بتحجبه من الإيغو أو الوعي أوكي؟ الهدف من هذا الشيء أنه أنت تمنع أن يكون حاضر طوال الوقت على سبيل المثال تخيل أنه شخص يصير مع ترومة أو صدمة نفسية بسبب موقف سيء أو طفولة تعيسة أو تخيل أنه هذه الأفكار حاضر في ذهنك 24 ساعة هلاتك حتصير مستحيلة صح؟ فأنت بتكبت الأشياء هذه في اللاوعي اللي هو الشخصي في هذا الحالة وبتكون الظل طبعا هذا الظل بيختلف سماكة وحسب الشخص ممكن فيه ظل يعني الناس اللي ما بتكبت كثير بيكون ظل خفيف جدا لكن الناس اللي بتكبت كثير جدا بيكون ظل سميك كيف بتختبر هذا بشكل ذاتي عن طريق التجارة روحانية مثلا عن طريق الإسقاط النجمي أول شيء بتصادف اللي هي أجسام المظلمة هتلاقيه مشترك ولا أحد يعرف معنى الكلام هذا يعني هذه يمكن النقطة أنا ربما يعني كنت سباق فيها ما في في العالم أحد حيفسر لك إلا تفسيرات سطحية لماذا أول ما تخرج من الجسد تجارة بالإسقاط النجمي تصادف كائنات مظلمة تحاول أن تدهجم عليك تحاول أن تخرجك من جسدك بالقوة أنا ربطت بين وعوذي بالله من كلمة أنا ربطت من بين أركي تايب الظل وبين بهذه الكائنات يعني الظل بيظهر في الأحلام على شكل وحوش على شكل الشيطان على كائنات مخيفة أكثر شيء تخاف منه في حضارتك بيظهر على شكل الظل تمام اللي هو الأشياء اللي أنت تكبتها وحش مخيف يحاول اللي هو ظلك يعني هو أشبهك بنسخة مظلمة عن نفسك كل شيء تكرهه الإيغو تكرهه عن نفسك بدأت تجمعها أو تنفيه أو تكبته يتجمع حتى يكون نسخة موازية عنك أهيان تكون أكبر منك بكثير تخيل كل شيء أنت بتكرهه تخيل كل شيء أنت تبغضه تخيل كل صفة أنت لا تتمنى تكون فيك تخيل تتجمع وتكون وحشك الداخلي هذا تمام طبعا بنعكس أيضا لاحظوا أن كل شيء أنا بقوله بنعكس في الحضارة والثقافة يعني فيه كثير قصص فيها بتكلم عن هذا الجزء المظلم من النفس أو نصفك المظلم أو البحش اللي بيكون داخلك هتجد كثير قصص بتجسد الظل أو الشدو شدو الكتاب يعني وفي الكون ككل فيه فكرة الشيطان ما وجودها مشتركة بين كل لأنه إحنا بنجمع البشر ما بفهم الواقعية لبهذه الطريقة لازم يكون فيه خير مطلق ولازم يكون فيه شر مطلق الخير مطلق هو الله والشر مطلق هو الشيطان فحتى لو البشر انقرضوا ما تبقى إلا جزء بسيط وانقرضوا للحضارة والثقافة البجرية ورجع البشر مرة أخرى على الأرض لسبب ما حيفكروا بنفس الطريقة بسبب وجود هذا الأركيتيب يعني إحنا بنعكس طبيعة النفسية الداخلية أو السايكي الداخلي في العالم الخارجي فما في عالم داخل وخارجي هو عالم واحد طيب خلينا بس أوضح نقطة هذه الكائنات المظلمة حبين هذا بعد قليل بس خلينا عشان الوقت أوكي ما في وقت كثير طيب الأنيما والأنيماس الأنيما هي الجزء أكثر شيء بس تخدمه عشان أقرب فكرة الأركيتيبس للناس أو لأي شخص ما عنده فكرة عن الموضوع هي الأنيما والأنيماس يعني أنت لما تولد كرجل المجتمع بتوقع منك تتصرف كرجل أنك أنت تكبت مشاعرك ما تكون حساس ما تكون رقيق ما تكون يعني تحكم عقلك دائما يكون عندك قوة بدنية وكون عندك جرء هذي كلها الصفات المجتمع بتوقعها من الذكور فهم ما بيكبتوا هذا الجانب النفسي اللطيف والمشاعر والأحاسيس ولاد بيكبتوها في داخلهم وبتدعوا القوة فهذا الجانب بتكون أيضا في داخلهم كأنها شخصية موازية شخصية أنتا وبتظهر دائما في أحلام الرجال يعني دائما حتى بتجد المرشد الروحي دائما عند الرجال بيكون مرأة ودائما عند المرأة بيكون رجل طبعا برضو في المذاهب الروحانية التقليدية ما بيفسروا لك الموضوع هذا نهائيا ما بيقول لك ليش أنت كرجل دائما مرشد الروحي تبعك بيكون مرأة والعكس الصحيح عند المرأة ما فيه ليش لأنهم ما بيحاولوا يربطوا ما بين علم النفس التحليلي وبين علم الأعصاب والنتائج العلمية والتجارب الروحانية بيعتبروا أن هي في عالم خاص له طبيعته الخاصة ولا يمكن لنا أن ندرك أي شيء من هذا الطبيعة إلى بتجارب الروحانية إذن كل شيء في العلم أو كل شيء في الفلسفة هو كلام فارغ بالنسبة للمذاهب الروحانية التقليدية طبعا طبعا نحن مش تقليدين يعني بدنا نتعمق في الموضوع فنفس الشيء بالنسبة للمرأة المرأة يعني متوقعة منها تكون لطيفة حساسة رقيقة فتتبت مشاعر القوة إذا عندها قوة أو عندها جرأة طبعا هذا ما بيعني أنه الأنما والأنماس ما بتقوى عند الشخص أو بيكون فيها مشاكل أحيانا تطورها في النفس بمشكلة هذا يبقى إلى الرجل شو نقول عنه بالعربية اللي بيكون الرجل النسوانجي مثلا عندنا في اللهجة بنسميه نسوانجي شو يعني رجل النسوانجي الأنما تبعته مسيطر عليه الأنثى اللي داخلهم مسيطر عليه بيكون فيه مشكلة في التطورها طبعا أو طاقة الأنثوية نفس الإشي بالنسبة للمرأة المسترجلة بتكون الأنماس اللي داخلها بدأ يسيطر عليها بينعكس لأن هي حاول تكبتهم ما ستطعها فبنعكس عليها في طريقة تعاملها طبعا بدون إدراكهم الأركتاب سلزم تعرف أن هي مركبات لاواعية أنت ما بتدريك سيطرتها عليك حتى الناس اللي درسين علم النفس التحليلي وحتى الناس اللي بيختبروا اللاواعي الجمعي عن طريق مثلا الإسقاط النجمي والسايكونوتس يعني اللي زينا مستكشفوا الوعي ما تفكر أن عشان أنا عارف عندي معلومات كثيرة في علم النفس التحليلي أن أنا بقدر أرصد أي تأثيرات للإيغو أو البروسونا أو السيلف أركتاب بشكل هيك تلقائي يعني لا أحيانا تؤثر علي بدون علمي تمام؟ يعني الأنما عندي وأنا يعني عشان أكون صريح مثلا الأنما أنا برصد يعني أحيانا لما تتعود على الشيء وتصير عندك علاقة أكثر في الأنما عن طريق التجارب الروحانية طبعا بتبدأ تشوفها في الأحلام إذا كنت رجل يعني تشوف المرأة هذه في الأحلام وتصير حالة تصالح يعني مش حالة تصالح حال نعمل التفاهم عن طريق الانديفجواشن طبعا حال نتكلم عن الكلام هذا كل شيء حالي يأتي دوره فبيصير عندك علاقة أفضل مع الأنما تبعتك يعني جانبك الأنثوي أو أنت حسب جانبك الذكوري فبيصير عندك نوع من لاحظة ما تتأثر عليك يعني أنا شخصيا بعتقد أو أنا بعرف أن الأنما عندي بتأثر علي في أخذ مثلا موقف معين في أفكار معينة إذا في فكرة أنا يعني كنت معجب فيها بشكل كبير بيصير عندي تعلق بالمشاعر فيها وأشخاص اللي يعرفوني بيدرك هذا الشيء بصير عاطفي جدا يعني بخصوص الفكرة هذه عندي شغف شديد جدا بهذا الفكرة لدرجة أني ما بدأ أتركها حتى لو أثبت يعني إلا لو أثبت أنها خطأ مية في المية يعني هذا جاء تعلق العاطفي هذه الأفكار يعني أنا بلمح أنه تأثير من الأنما في حياتي نفس الإشي في التجارب الرحانية يعني لما أشوف أنا مرأة وبعرفها كيف تعرف أنت الحين الأنما تبعتك ما في وقت حقيقة بصرقنا الوقت يعني عشان أبسط الموضوع كيف تعرف الأنما تبعتك أنت كرجل هي فتاة أحلامك الأنما بالنسبة للرجل هي فتاة أحلامك ونسبة للمرأة هي رجل أحلامك كفارس أحلامك لما تتخيل المرأة واللي بيصير في الزبواج عشان أساعدكم يعني في النقطة هذه للناس المقبلين على الزواج قبل ما ترتكب الخلطة هذا الناس ليش أنت بتنجذب لمرأة دون غيرها لأنها بتجسد بتعمل إنعكاس للأنما لداخلك يعني لنفترض الأنما لداخلك إلها صفات معينة إنه هي قصيرة الشعر أو بالغة الأنوثة أو أشياء معينة لما تشوفها أنت بتعكس نفسياً هذا الإشاء في الخارج وتبحث عن صورة شخص في العالم الخارجي يتوافق مع الأنما اللي داخلك المشكلة أن الأنما داخلك بتتطور بتتغير أو بتبقى ثابتة والشخص اللي في الخارج بتتطور وبتغير مع الزمن فهذا اللي بيجعلك أحياناً تقع في حب شخص وبعد فترة تشعر أنه أنت ما بتحبه أو أنه تغير يقول ليش تغير عليه وهذا اللي بيفسد أغلب الزواجات أو الزيجات بسبب الموضوع هذا والمرأة بتعمل نفس الشيء يعني ما تفكر أنه المرأة يعني مختلفة في الموضوع هذا على العموم إيش أنا الحين أتفرد الانديفيجوائش أنا ذكرته مرة واحدة في كلام السابق الانديفيجوائش أو عملية الفردانية أو التكامل النفسي هو أنه عملية تصالح مع المركبات الداخلية أنا كنت ذكرته هذا في الأنما صح؟ وفي الظل يعني الظل الكائنات المظلمة هذه اللي بتشوفها أنت وتهجم عليك أول ما تخرج من الجسد لما تتقبلها وتبطل الخاف منها بتختفيه ليش بتختفي؟ لأنها بيصير جزء من الوعي الإيجو لما يصير يسلط ضوءه على العالم الداخلي أو اللاوعي المظلم ويبدأ يصير فيه تفاهم وتكامل للعناصر أنت بتكبتها هذا بيأدي إلى نضوجك النفسي وبيأدي أصلا بساعدك على الامتلاك نفسية سعيدة وامتلاك نفسية قوية تشعر أشخاص لما تجلس معهم تشعر بالسعادة لأنه عندهم سعادة غير مبررة عندهم ثقة عندهم راحة نفسية ليش؟ لأنهم في حالة صادح مع نفسهم غير عن الشخص المضطرب الشخص اللي عنده قتال داخل لكل مركبات والأنما والظل والسل كلهم بخبطوا في بعض وكلهم بتصارع مع البروسونا ومع الإيجو في حالة صراع أمامك تشعر أنه كائن مضطرب تجلس معه بالسلبية هذا الشخص ما بعيد عن حالة الفردانية طبعا الفردانية ما بتحصل في يوم وليلة بتحصل على مدى العمر لكن في حالات معينة بتحصل في خلال لحظات وأنا بجادل يعني أحد الأشياء اللي بجادل فيها أنه التنوير ما يقصد بالتنوير هي حالة لكن سريعة يعني بصير تكامل نفسي سريع جدا طبعا بتجسد عملية تكامل في كل مكان بس خليني هنا طيب أوكي طبعا التفرد هي عملية مهمة تنطوي على تقبل الجوانب اللاواعي عندك حتى لو كنت مش مدرك لها في البداية وأنه الجانب المظلم اللادينا نفس لهو نفس قيمة الجانب المظيم أوكي بتبدأ طبعا أول شي عملية التفرد بتبدأ بتقبل الضل لأننا نحن نتقبل الشخصية المظلمة اللي في داخلنا أو الأشياء اللي احنا بنكرهها في داخلنا بعدين خلال مثلا إسقاط النجمة بيكون بعدم الخوف وتقبل الكنات المظلمة يعني هي جزء من نفسك مش شيء منفصل بعدين تبدأ في اللي هو تقبل جزء المعاكس لجنسنا اللي هو الأنما والأنموس أنت تتقبل الجانب الأنثى وفيك إذا كنت رجل وتتقبل الجانب الذكور وفيك إذا كنت أنثى تمام هذا بيعمل تكامل صحي بين الأنما والله بس طبعا هذا الموضوع الضخم جدا أنا حتى ما عرف كيف بحاول أن ألخصه في هذه السرعة لكن حتى أجد أيضا في كل حضرات شايف اللي بيكون دائما لو شفت الإله شيفا أعتقد أنت الهندوس حتجد نصه أنت وذكر اليانج واليانج والأشياء هذه حقيقة ما ما تستحضرني يعني في رموس كثيرة في كل الحضرات أوكي حتجد فيها دائما اليان واليانج والشيفا وكل يعني وين ما تجد حتلاقي الجانب الذكور والأنت وكل شيء وأنه تكاملهم مع بعض هذا بشكل يعني النوعية خاصة طيب من التفرد نقطة مهمة في التفرد لما أنت توصل للتفرد أنت بصير أنصر فريد من نوع فعليا لما تعمل تكامل بين جزءك النفسي يعني لا تصبح جزء من قطيع يعني أنت تصبح شيء مميز يمكن ما في زيك في العالم كله لأن تجاربك شخصيا لا وعي لما تتكامل معها ما في أحد شاركك تجاربك وذكرياتك والأشياء الداخل وظلك والأنما والأنماس تبعتك والذات ما حدا شارك الأشياء لكلها تمام؟ فهذا كله طبعا لما تعمل له عملية تكامل بأدي لإدراكك طيب خلينا أبين شغلة أخيرة أنا ما مش موجودة هنا لكن على مو فيه السلفاء الكتاب أو الذات مركب الذات طبعا مركب الذات عشان تكون في الصورة هو أعمق جزء من نفسك أنا أشبهه كيف؟ بأنه زي قلب النجوم تمام؟ يعني إشي بسيط جدا ومنفصل تماما على العالم الخارجي وأنا أعتقد أن تنشأ فيه المفاهيم الكلية زي ما لا نهاية والأشياء المفهوم الله والخير والشار والعدالة ليش؟ أنا منفصل على العالم الحقيقي حتى ما فيه زمن أو مكان يعني إدراك الزمن والمكان في هذا البعد أو هذا العمق من أنفسنا مش موجود هتقول لي هذا مستحيل وكيف وهذه الأشياء كيف أنا فيه جزء لا نهائي موجود داخلي مع أني أنا محدود وما شابه أشبه الموضوع وأقرب لك إياه عن طريق الأحلام مثلا في الأحلام تشعر أن الزمن بمر بطريقة مختلفة صح؟ تشعر أنه بطيء تشعر أنه ما فيه يعني أبعاد محدودة الحلم ممكن يكون واسع جدا مع أنه أنت عارف أن أنت محدود والعالم محدود صح؟ فبتشعر أنه حتى قوانين الفيزياء ما بتصير بطريقة طبيعية ليش؟ لأنه جزء العميق جدا أو أخوان جزء اللواعي من عقلك بعيد عن العالم الحقيقي يعني هو فيه انطباعات عن العالم الحقيقي داخل عقلك صح؟ خلينا نمشي على النظر المادية حاليا عشان أقرر بالفكرة فكل ما تعمق أكثر في اللواعي بتباطئ دور الزمن والأبعاد المكانية والتباطئة بصير في صورة مجردة عن نفسك هي في الحقيقة على شكل كرة إذا بتعرف السلف أركتاليب كيف شكلها وما بتشوفها طبعا إلا في التجارب الروحينية العميقة جدا وأغلب اللي بيشوفه السلف أركتاليب بعتقد أن هي ملاك أو مرشد روحي أو الله نفسه أو ما شابه يعني بيحسه ليش؟ لأنه لما تقابلها أول مرة بتشعر بأنها كيان لا محدود لا بالزمان ولا من المكان ولا تخضع لأخوانية الفيزياء ولا أي شيء وتشعر بأنها في كل مكان في كل زمان لها طبيعة كلية بعض الناس خطلق عليها الروح طيب على عمو خلينا أذكر أنا تجربت عشان أبين الموضوع تجربة الكوندليني كنت ذكرها في دورة الكوندليني لكن على عمو حصلت معي تجربة روحانية عن طريق التأمل ومورسة تمرين الطاقة العادية كنت ذكرت أنه بداية تجارب الروحانية كنت صدفت الجاثوم وبعد تعمقه في تجارب خروج من الجسد مرأت بترجل بترفع الكوندليني بدأت بإني تعمقت في نظار يعني كنت عمار السمانين تركيز وفجأة فتح مثل بوابة بعدية انقذفت بعدها في الصداء الخارجي وصدفت هنا لكرتها بتفصيل لكن على عمو صدفت هي السجلات الأكاشية هنا بدأت أدخل في اللاوع الجمعي يعني كيف انتبهت أنه اللاوع الجمعي عند كارليوند هو نفسه العالم النجمي السبب أني صدفت اللي هو الأكاشيك ريكورد يعني اللي هي كانت مثل لوحات فيها كل المعلومات رأيت لغات قديمة لقيت رموز رياضية وفيزيائية معقدة علم الأرقام لقيت أشياء غريبة كل شيء تقريبا وجدته هناك اللي هو في الـ اللاوعي حقف عن المشترك بين كل البشر عشان هيك اللاوعي الجمعي بالنسبة إلي ما بس تناي يتجسد في الثقافة والخرافات والأساطير والمعتقدات ما بس تناي يتجسد أنا عارف أنه موجود بالجسد في العالم الحقيقي على هذه الأشكال في طريق الفن والشعر والقصص والأشياء هذة مشتركة بين البشر لكن هو موجود بصورة طبيعية اللاوعي الجمعي موجود ونصادفه في تجارة بالخروج من الجسد أو حتى في التأمل العميق لما تتمارس إشي بسموه التخيل الفعال ذكرته أيضا في المحاضرات هتجدون تخيل فعال بس أنك أنت تسرح في خيالك وتسمح لخيالك أنه يقود التجربة هتصادف اللاوعي الجمعي صور من حضارات مختلفة وأزمان مختلفة وحتى حيوات سابقة وعادة بيكون فيه هناك مرشد روحي شفت صور من حضارات مختلفة شفت حيوات سابقة شفت أشياء كثيرة في اللاوعي الجمعي هذا ثم في النهاية صادفت اللي هو السيلف أركي تايب مثل حديقة رمز الشجرة السيلف أحد السيلف أركي تايب أو رمز الذات يكون دايما أشياء بتقاوم الزمن يعني مثلا تيار من الماء شجرة حجر دايما هذا هتجده حتى في الحضارات يعني حجر الأسود الشجرة رمزة اللي هي في الكابالة موجودة لشجرة الحكمة ومشعب شو في يعني شجرة بوذا جت التنمير تحت الشجرة دايما الشجرة اللي هي تستمر طويلا في الزمن يعني ممكن فيه أتجار تستمر علىها في السنين زي بعض أتجار الزيتون فهي رمز لمقاومة الزمن مثل السيلف أركي تايب ما تنتهي بالموت على فكرة هذا بهمك يعني فالسيلف أركي تايب ما عنده مفهوم الزمن قديمة جدا وصابق لوجود الإنسان فالسيلف أركي تايب وهذه ما بتصدف إلا في التجارة بروحانية العميقة جدا كيف الحساس أنك أنت يوعيك يوصل للسيلف أركي تايب أنك تشعر بأنك موجود في كل مكان وغير موجود في أي مكان يعني يختفي وجودك الإيغو تذوب بشكل كامل وتشعر أنك أنت كل ذرة في المكان اللي تكون فيه هذه هي الآن تشعر ببعدك الحقيقي وتشعر بأنه هذا الإيغو وهم يعني هذا الإيغو هو هذا نحن العقلي الكوني أو الوجود الكوني أي أن كان أو الوجود ككل نقول إحنا فقط نتجسد على شكل إنسان مثلا بجسد وبعقل محدد هذا التحديد وهم بذوب لما توصل لما معيك يرتفع للسيلف أركي تايب تشعر بالبعد الحقيقي وجودك الحقيقي وهذه تجربة للبشر بيطاردوها يعني خاصة لبسلك الدرب الروحي أهم حاجة عندهم هذا النقطة الوصول للحظة التنوير هذه وخلينا أحكي لك من الحين يعني إذا أنت ناوي تختبر هذه الظاهرة كل ما أنت قل قراءتك عنها كل ما كان أفضل لأنه لما أقرأ اليوم الموجود يعني كشخص اختبر الحالة هذه فعليا أرد الواقع بشعر أن كل الكلام يكتب عنها كل دجل وكل مش دجل تضليل بشكل كبير عن الحقيقة ما إلها علاقة الموضوع وممكن تظهر بشكل فجائي يعني في حال تظهر بشكل فجائي دون أي نية سابقة فقط إذا أنت سايكو نوتس مثلا مستكشف للوعي وتعمقت حيحصل معاك في يوم الأيام في حياتك أنا أدمن لك الإشي هذا تمام؟ ما حتوسعك تفل الموضوع هذا يعني حتكلم عنه نقطة هنا أشوف الوقت طيب لازم أسرع شوية في المحاضرة طيب إيش النظرة الميتوثيسيقية لكارل يونج؟ هيدا نقطة مهمة أنا لازم أذكرها أنا مشكلتي كانت في كارل يونج هل الأركتاب سهل أشياء موجودة داخلنا؟ لأنه حسب النظرة المادية إحنا اللي موجود في داخلنا أولي نعيش هي نظرة من العالم الخارجي بين أفكارك ومشارك وحسيسك هي أشياء تفاعل بين العالم الخارجي وبين حواسك يعني في عالمك الداخل وفي العالم الخارجي فهل للحينة هي مثل ذاكرة بتنتقل خلال الجينات بين البشر وإن أنت لما تستكشفها أنت بتستكشف نفسك ما بتستكشف العالم الحقيقي ولا هذا أو اللاوع الجمعي موجود فعليا على أرض الواقع في العالم الخارجي يعني هم موجود وإحنا بنصل إليه بعقولنا هذه نقطة مهمة جدا يعني أنا الحالة ما شفت اللغة الأغرقية وصور الأهرامات والأشياء هذي في تجربتي أنا روحانية مع الكوليكليب عن الكونشيس هل معناه أنه اليونانيين مثلا وصلوا لهذا المستوى في الوعي فأنتج لغتهم بنفس الطريقة أو بطريقة غريزية ومثلا الفراعنة مثلا بنوا الأهرامات بعض الطريقة لأنه غريزيا كان موجود في الكوليكليب عن الكونشيس أم العكس هنا مهم جدا طبعا لو تقرأ لكارل يونغ أسلوب التقني في الكتابة متعب جدا 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 ما هو صعب تقرأ له ما حتفهم منه إشي أنا نصيح يعني صعب جدا وتقني جدا وقراءته متعبة جدا كارل يونغ لكن أنا أعتقد أنه هو أسلوبه في الكتابة متعمد هو يستخدم الأسلوب التقني عشان يخفي معتقداته وأعتقد يعني أنه كارل يونغ يعتقد بحقيقة اللاوع الجمعي أنه اللاوع الجمعي هذا مستوى حقيقي في الوعي أو إشي موجود في العالم الخارجي فعليا أو هو العالم الخارجي وهو كل شيء وإحنا نسبح فيه كعقول يعني أن أنت شكلك الآن هو كيف عقلك يبدو من الخارج فقط لكن أنت جزء من العقل الكوني أو من الكوليكتيب عن كونشيس هذا مش هتلمحه بسرعة يعني أنت قرأته أول مرة مش هتلمح أنه بحكي هذا بشكل صريح وأعتقد أنه عدم صراحته وتردده في التعبير عن هذه الأفكار ناتج عن طبيعة عصره في عصر كانت المادية قوية جدا يعني ما كنا لسه متعمقين كثير في الوانتوم فيزيكس وما كان عند انتقادات قوية للمادية كانت المادية طاغية إذن الإشي ما هو مادي وعقلي وما بنسجم مع المادية والمنطق إذن هو كلام فارغ فهو ما حب أنه يعني يتهم بالجنون أو لكن أنا أعتقد أنه أو أنه عدم المنطقية أو عدم المادية فأعتقد أنه كان يعتقد بأنه اللاوعد جمعي حقيقة موجود وليس مجرد الدليل على الكلام هذا اللي هي السكرة مش حنطقها عندي مشكلة في الكلمة هذه التزامن فالتزامن هو إيش إنه شيء يحصل كنا تكلمنا عنه واستغنمناه كأحدة الانتقادات المادية إنه التزامن هو الشيء يحصل فكرة تحصل في عندك في عقلك وتصادف شيء في العالم الخارجي إنت تفكر مثلاً في حشرة معين أو فجأة لها دا حشرة تصدم في الحائط مثلاً أو في الزجاج النافذة هذه مصادفة صح؟ لكن مصادفة لها مغزة بسميها يونغ التزامن إنه شيء كأنه بقفز من العالم الداخلي للعالم الخارجي فهذا مستحيل يكون موجود التزامن هذا مستحيل يكون موجود إذا ما في روابط بين العالمين الداخل والخارجي يعني أو إنه العالم الخارجي والداخل هو نفس الإشي يعني إنه فعلياً الفكرة اتحركت من عقلك للعالم الخارجي إنه فيه ترابط من الاثنين تمام؟ فأول شيء يونغ بعتقد أن اللوعي الجمعي حاجة موجودة فعلياً على أدو الواقع هو العالم الخارجي من عيشه ثانياً بعتقد أن الوعي هو شبكة متصلة من المحتويات النفسية اللي على نفسها اللي تمكين تأمل ذاته طبعاً إيش معناه الكلام هذا؟ معناه وهذا اللي أنت ممكن تسأله يعني ممكن تقول ليش أنا مثلاً مش واعي بأفكار في داخلي يونغ بيقول إنه لا أنت واعي كل هذا المحتوعك حتى اللاوعي أنت واعي فيه لكن لا تركز عليه يعني أنت انتباهك مش عليه لكن لما تعمل تخيل فعال أو الأحلام انتباهك بيروح لهذا الأجزاء من واعيك ليش مثلاً فكر أنا الحين إذا العالم الخارجي والداخلي نفس الإشي هو عالم عقلي واحد ليش لما أفكر في سيارة أنا عايزي الحين سيارة مرسيدس أماني ها؟ أتخيله ما تطلع قدامي ليش؟ أنت تقول لي أنه العالم الخارجي والداخلي نفس الإشي صح؟ لأنه لأنه أنت تركيزك أو وعياك في جزء عندك يعني زي العقل الكوني عنده انفصام شخصية في هذا الجزء زي الشخصيات اللي في الأحلام يعني الحين كل شخصيات في الأحلام هي عقلك صح؟ ما أعتقد حد بجادل بالإشي هذا موجود كم تتفاعل مع بعض وكانها شخصيات منفصلة يعني الشخصيات في الحلم وعندك سيطرة على الأحلام يعني عندك أحلام واضحة أو مش سوي سيطرة على الأحلامك وذكرت للشخصيات اللي في الحلم أنتوا أحلام وهذا كله حلم مش حقيقي ما بسدقوك صح؟ زي كأنه عقلك بنقسم لأجزاء صغيرة وبنفصم عن الكل يعني إحنا منفصمين أوكي؟ عن العالم الخارجي أو العالم العقلي هذا إحنا منفصمين عنه ومكونين دوائر زي الدوامات المية اللي بتكون في البحر أو النهار فيه دوامات هيك هي في النهاية الدوام مجرد مية هي مبينة أنه هي إشي منفصل عن تيار الماء لكن في نهاية مجرد ماء هي طريقة في حركة الماء فانفصمت عن العالم الخارجي عن طريق إيش؟ عن طريق هذه عن طريق هذه انفصمت عن العالم الخارجي إحنا بهذه الطريقة منفصمين أفكارنا منفصم عن العالم الخارجي العقلي وهذا السبب هذا لا يعني أنه أفكارنا ما ممكن تتسرب أحيانا للعالم الخارج وهذا بحصل فيه عملية التزامن صح؟ أو من خلال اللي هو التجارب الروحانية زي التخاطر أو الإسقاط النجمي أو كذا منبدأ ندخل لللاوعي الجمعي فمنبدأ نشوف أشياء خارج الدوامة تبعتنا دوامتنا العقلية أو شخصيتنا المنفسة مع العقل الكوني لكن هو يونغ في رسمة هنا يمكن خلينا بس أبين هذا الرسمة لأنا حتشرح لكم كثير أشياء فأنت زي ما شاهد كوي إحنا محاطين بالكلية حسب يونغ يعني إحنا محاطين بالكلية بكل اتجاه كل ما حولك ما في مادة حسب يونغ كل إشي موجود هو عالم من الأفكار فقط عالم عقلي فيونغ هو مثالي يعني هو باعتقد بالمثالية فاللي إحنا بنشوفه من العالم الخارجي يعني هذا بالعكس في في الرؤى والأفكار إحنا بنعمل دوامتنا الخاصة من العالم الخارجي وبنعيش زي كأننا بنعيش في فقاعة خاصة فينا أحيانا ممكن يتجاوز الفقاعة هذه نعم وحسب يونغ هذا هو السبب في الخوارق أحيانا تحصل خوارق أحيانا نتجاوز الدوامة تبعتنا للدوامة الخارجي أو عفوا الوسط الخارجي وهذا السبب أن العالم الخارجي متستاوي عند كل البشر يعني أنا بختبر العالم زي ما أنت بتختبره كلنا بختبره بنفس الطريقة صح يعني أنا لما أشوف الشمعة مثلا أنت بتشوفها في نفس الوقت لو قدامنا شمعة صح السبب أنه هذا عقل كوني مشترك إحنا من هذا العالم يعني أجزاء من فصمة لكن مننظر لنفس الإشي لنفس الحيز أو نفس الشيء من العقل الكوني فهذا السبب أنه سلوكه بيكون منتظم والإحداث فيه بتكون منتظمة لا يمنع هذا في يوم الأيام أنه وهذا حرفيا لو أنت تفهم الكلام هذا هنتكلم عنه أكثر في المثالية التحليلية لو برناردو كاستروب هتكلمكم بالتفصيل عن الموضوع هذا اللي هي نظرة نهائية للواقعية يونج اقترب جدا من النظرة النهائية ليش؟ لأنه استطاع أن يلمح هذه العناصر هذه الصورة الحين كشخص روحاني أنا مجرب الأشياء هذه يعني بعرف أنه الهالة وبعرف أنه هالة إلها وأنها دوامات وأنه الدوامة هذه بتلف حوليك فيه هالة بتلف حوليك دوامة ممكن تشوفها رأي العين يعني أنت تشوفها في التجارب الرحانية بتشوفها يعني تشبيه الدوامة حقيقي حرفيا مش إشي كلام حرفيا العالم حولك بالتف الواقعية حولك بالتف فهذا معناه أنت مش مادة يعني أنت مش مكون من مادة مفصلة عن العالم الخارجي أنت مجرد عقل أو مجرد دوامة في العقل الكوني بعد ما تموت يعني بعد ما ترحل من الحياة وهي الدوامة هادي بتبدأ شوية شوية تختفي وترجع للعقل الكوني وهذا الفعالية اللي بيصير يعني إحنا لما نراقبك من الخارج بنشوف جسدك مات أنت تصرف جثة هامدة وشوية شوية جسدك بتحلل وبعود للكون زي ما أنت بتنظر لدوامة في المية مثلا الله يعززك مثلا فتحت البلواء تشوف المية تتحرك كده دوامة دوامة وبعدها تختفي صح؟ أو إذا سبب الدوامة راح الحفرة مثلا راحت أو كده الدوامة تختفي من الماء صح؟ لكن هي موجودة طوال الوقت يعني حتى لو بدأت تتبنى النظرة المادية للأشياء أنت مادتك تعود للكون يعني حتى لو أنت بتعتقد أن البشر مجرد مادة وذرات وكده فأنت جزء من النسيج الكوني وتعود للنسيج الكوني ما في فرق بس الفرق هنا بالنسبة للنظرة الميتافيزيقية لو يونغ أنه بيعتقد أنه العالم عقلي وليس مادي إحنا يعني أفكار داخل عقل عقل واحد هذه نظرة يونغ مثل ما ذكرت في التجربة الروحانية كل هذه الأشياء واضحة جدا ما عارف أوصف الكلام هذا يعني أو أوصله للناس يعني كالصاحب تجربة عميقة أكبر مشكلة كانت بالنسبة إلي ما عندي كان نقص في التجارب يعني كنت أختبر التجارب والأسقاط النجمي بسهولة وفائقة مقارنة بغيري يعني أنا أشوف الناس تعاني عشان تجرب الأسقاط النجمي الأحلام الواضحة رؤية الهلال يعني الطاقات والأشياء غريبة أشعر فيها فهذه كانت مشكلتي هل هي داخل عقلي ولا خارجه هل هي جزء من العالم الحقيقي ولا جزء لأنه كانت تفكيري مادي علمي مادي أنه في عالم خارجي وعقلي بيبن الصورة عن العالم الخارجي فهذه كانت مشكلتي الرئيسية وهذا السبب تعمق في الفلسفة وفي علم الناس وعلم العصاب وكل الكلام اللي كنا نتكلم عنه ودورة روح وكل أشياء هذه هدفها فقط شيء واحد أنا أفهم شو الطبيعة النهائية للواقعية هل فعلا في مادة وهذا اللي سوينا بحلنا في ميكانيكا الكام شو الطبيعة الحقيقية للمادة فوجدنا أنه ما في شيء كله وهم المادة مجرد وهم هنا تمثيل إحنا للشيء إحنا غير قدرين أعرضه بشكل مباشر إلا بالتجربة فقط إننا إحنا العقل والوعي هو الشيء الوحيد الحقيقي اللي إحنا متأكدين منه وكل إشيء آخر هو مجرد تمثيل نختبره بطريقة واعية حتى الضرات لما تقيسها إنت بالأجهزة هي مش موجودة إلا كإشيء أنت تنظر إليه في المقياس أو في الجهاز أو نتيجة القياس هذا اللي إنت تنظر إليه غيره ما في أي شيء هي تمثيل فقط فهم هي تجربة كواليا فإحنا بنعيش في عالم الكواليا فقط فلما أدركت الموضوع هذا حل كثير مشاكل يعني نظرة يونغ وشوبينهاور أيضا لو بحث في فلسفته وكانت أيضا لو بحث في فلسفة هؤلاء وبعدين برناردو كاسترب برناردو كاسترب أيضا في المثالية التحليلية كلهم جابوا الصورة النهائية اللي عرفت الحين أقارن ما بين تجربة الشخصية اللي كنت محظوظ بامتلاكها وما بين علم النفس التحليل وما بين علم الكوانتوم فيتسكس وما بين الفلسفة اللي عرفت أجمعهم الصورة النهائية هذه وأشوفها أنه أعرف الحين أفهم يونغ الحين لما أقرأ ليونغ مش لما كنت أقرأ أنه زمان أنت لو قرأته بعقلية المادي حتفهمه بشكل مادي لكن لو قرأته بعقلية المثالي حتفهم الصورة اللي أرادها يونغ ولحنا نتكلم عنها بعدين بطريقة دقيقة أنا ما يعني الحين فهمت مشكلة اللغة وممكن لما بعدين نتكلم احنا عن كتب يعني زي قوتا أشرباخ والكتب هذي ومشكلة اللغة والتعبير والدوائر الغريبة هذي نتكلم عن الأمور هذي هتشعر محدودية المنطق واللغة حتى في التعبير وهذا بشعر فيه دائما يعني بشعر بمشكلة اللغة لأن اللغة أول شيء بتفترضه الانقسام يعني هي بتفترض أن أنت الشيء منفصل عن الأشياء الأخرى وإلك اسم وفعل وضمير هي بتقسم الأشياء فصعب أنك تشوف الصورة الكلية للأشياء عن طريق اللغة أو عن طريق المنطق بحتاجة تجربة الشخصية لكن تفسير تجربة الشخصية ممكن عن طريق فلسفة من نوع خاص ومنطق من نوع خاص ممكن تتصورها وتقربها للناس أتمنى أنه يعني نوعاً ما الصورة وصلت في حتى تجد إن شاء الله حطت لكم روابط لمحاضرات هذه المحاضرة من دولة نظام روحي عشر محاضرات في علم النفس لأني ظلمت المحاضرة أكيد يعني لو يسمعني يونج يمكن يعني أنا أعمله من الشرح السريع هذا فشرحت أنا ظلمت علم النفس التحليلي فهذه فرصة إذا أنت حابت تتعمق أنا شرحت بالتفصيل الممل لكل إشي في علم النفس التحليلي هذا ممكن تحتتعتبره كورس في علم النفس التحليلي هذا هدية مني لكل واحد يسمع المقطع هذا وحاب يستفيد يعني علم النفس التحليلي في عشر محاضرات حتتجد روابط إلها وذلك صعوبة في الوصول لهم ممكن تتواصل معي حتى ذلك الحين في المحاضرة القادمة بشكلكم على حسن الإستماع إذا حابنت تدعموا مشروع أسر سيفر نتكس أكيد يعني هاي رابط ميند اسكيب تشانل حتتجدوها في الباتريون وبشكر كل الباتريون اللي عندي ما بقدر أوفيهم حقهم يعني وإن شاء الله يعني دائما في محتوى مميز إلهم بإذن الله كل الموجود عندهم حاليا مش موجود في أي مكان آخر بشكركم على حسن الإستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته